السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم يا شباب عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. النهاردة باذن الله هناخد في الاخير لسنة رابعة التدائي. طيب مبدئيا كده. الاجزاء اللي جاية دي فيها حاجات مختلفة عن الكتاب القديم. حلو كده? حلو. تمام قوي. فهنعمل ايه? والله اولياء الامور اللي معهم الكتاب القديم. ممكن يصوروا بس تدريبات حل ايه? التلات دروس الاخراميين. حتى تدريبات بس. تمام? اما الشرح فما تقلقوش بإذن الله الدنيا هتكون كويسة. وبما ان ده فيديو هيكون على اليوتيوب فهو الريدي بيحط الاعلانات لوحده تلقائي. تمام? يعني حتى لو ما نعطيها بيحطها. تمام? فعشان ما ناخدش اي زم عندنا لو في موسيقى بنقفالها. رائما نتافق. ولو في اعلان اه فيلم ومش عارف ايه وكام ده كله وفي منظر مش حلو ما نبصش عليها عشان ما ناخدش زم. اوكي? نغمض عينينا لحد ده بالاعلان يخلص. اتفقنا? اتفقنا. يلا بنا يا شباب. قبل ما نبدأ الدرس. تخلي معاك. يلا اجري هات ورقة. اولا كشكول كده تبقى معاك. اوكي? ورقة وقلم ويا ريتي بقى عندك الوان عشان تبقى ماشي معايا. خلاص احنا بنذاكر مع بعض. مش بديك الدرس وبجري. اوكي? اوكي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بنا يا شباب. نمبر وان. لسون سرير. بتاع تخيم كده ليه? يلا. وعلى الله الام تكتب مكان ابناه. اصلي ابني انام على السرير ومش قادر. لا يا فن. يا ام يكتب. ماش دا. اصلي ايده بتاع يكتب برجله. ماشي? يلا بنا. يلا بنا. يلا بنا يا شباب. بسم الله. عند الكانيونز والفالي. ايه رأيكم? كل الفالي عندها غلط. برافو يا ايفان. برافو ايفان اول واحد جايبها وادهم. برافو من. حالو. طيب. يبقى غلط. لا يا دكتور. دا كان الفاليون. كل كان اشكالك تختلف. طب حد فاكر يرفع لي ايده. اشكال الفاليونز بتختلف على اساس ايه? ها? حسب ايه? كان فيه كزا فاكتور. شوف لو جي حسين. هم? اول واحدة رفعت ايديها. ام. عشان مسلا. كمية مية. حالو. كان الاسبيد وفريفر. ماشي سرعته. ويه تاني? طب ناخد واحدة تانية من احمد. قول لي احمد. قول لي حاجة تاني. ان هو عنده. ممكن تقولي سؤال تاني بس. اقول تاني. الاشكال الفاليونز كان بتختلف. ببند ان حاجة. حسب فاكتورز معينة. كان من ضمنهم مسلا. الاسبيد بتاعت الريفر. حسب سرعة الريفر. كان في حاجة كمان. اه. اه. بلد كان. لا لا لا. اقول لي من؟ طيب لا طيب حسب نوع الروك طيب حسب النوع بتاع الروك نفسه وكمان كان الاج بتاع الريفر وكمان كان الاسبيد والاج والسبيد والاج وايه مش فكرة كانت حاجة تاعات الريفر تمام وكان طيب افروك تمام بتوعد درس الفات مهمين جدا جدا طيب يلا بنا يا شباب نمبر تو نمبر تو برافو ليه كده يا سلمة ليه ها ماشي برافو عليكم ليه ملك لا 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 ناس كدبلي صح وناس كدبلي غلط هي الجرافتي يا جانا هي الجرافتي جانا ما بتساعدش في تكوين البني والكان لا طبعا بتساعد ازاي يا دكتور مش كان فيه مطر بينزل يكون لي ستريم فاكرين ستريم وستريم مع ستريم مع ستريم يكونون ريفر طب مش المطر ده نزل تحت على الارض بسبب الجرافتي يبقى ساعدت ولا ما ساعدتش اه ساعدت اوكي حالو حالو طي حالو تعالوا ناخد ايه تعالوا ناخد بقى الكالي والكانيون والفالي ماكرين اللي احنا كتتنافق كشكول في الدرس الاولاني بص يا معلم اتلاقي الحتة دي جاريت معاك هالو طول الفالي لو لاند ايريا ها اول ما تلاقي لو لاند فالي صحي كده مش هنقلت لك كده اه لو لاند ايريا in between mountain يعني ما بين الجبل والجبل في حتة عملت كده تمام طيب الكانيون لا زرار ايريا دي مناطق eroded in mountain اتكسرت في الايه في الماونتن وفضلت تتنقل من الجبل نفسه تمام يبقى اول ما شوف اللو لاند يبقى مين بالي طب حلو قوي نجي عند الجوانب لسه ما قولش هكتب حاجة الجوانب تمام كده كنا كتبيني الكلام ده مين الجنتل سلوب مين اللي نازل نازلة خفيفة ها نازلة خفيفة كان الفالي زي ها جنتل سلوب صحي كده كان جنتل سلوب صحي كان الجوانب بتاعته متزحلقة شوية صحي كده تمام في الاخر اللي بيكون حوالي واسع شوط مطاوص عزيح الوزداء الله 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 وفلاد لين انك عارف تمشي فيها صح تمام لكن الكانيون برافيا ساندي لكن الكانيون ستيب ستيب انا لحست ان انا لما بعلي صوتي قوي في الزوم ما بيطلع لكمش فعشان كده انا باعدل مايك شوية عم بقلي عشان يطلع عشان لقيت ندوس الكلام بيتتكل في اليوتيوب مش هارفة ليه تمام طيب فالكانيون لا دي الحطام بتاعته الوزد بتاعته هاي صح يالا نقطه ها بق ويو اتكل على الله صدك الله العظيم راح نفضح صح الوزد بتاعت الكانيون كات عالية قوي وستيب مزة حلاقة جدا 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 ونرو WWE يعني ديقة كده ده حتة دي ديقة لكن دي واسعة ازا شوف واسعة ازاي يا hiro شوف واسعة ازاي لكن دي بص عملة ازاي تمام وقانسوسك سقف متكونة من many layers of rocks طبقات كتيرة من الايه من الروك يعني بص لو انا عامة لك زوم بص كده بص كده بص كده طبقة دي ولا مش طبقة واعيها طبقة بص طبقة بيدا طبقة بيطة طبقة بني طبقة بيطة طبقة بني طبقا صح ولا غلط ولا غلطانة طبقا بيدا طبقا صح دي واحدة بيدا هي غطيها بص 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 دي واحدة بنية غطيها اهو اهو طبقات فوق بعضها لو مش طبقات ها طبقات صح تحسن ان حت الجاتو صح كده طيب يبقى متكونة من متكونة من مني شفتوا بقى شفتوا لما احنا كنا كتبنا مع بعض الفرق ما بين الفالي والكانيون لما كتبناهم بشكل بسيط لخص لنا الجوت ايه ده ازاي عشان كده قلتلك تبقى معا من الاولى تلات دينية حلوة ماشي طيب حلوة اولى جميل طيب يلا بينا تعالوا نشوف بقى لسه لو مش هقولك تكتب ايه ده الكلام ده احنا كنا كتبينه قبل كده تمام بيقولي والله ده اللي اتنين ها بوسوف زين بزين كان بيفورم دي اداروا يتكونوا باي ريفرز اور ستريم والله الريفر هو اللي بيكون اللي اتنين سواء كان كانيون او فالي او ستريم كان يعني ايه ستريم يا دكتور كان معناها نهر صغير طيب حلوة قوي بوثوف زين البنين هلاقي تحت في الاخر كده مية صح هلاقي في الاخر ممكن نلاقي ايه اما ستريم نهر صغير بص نهر صغنان ازاي لكن هنا بقى لا ممكن هلاقي ريفر كبير through the lowest point يعني ايه lowest lowest يعني ايه اقل بنقطة يعني اخر حتة فيها هلاقي المية بقى كانت متكونة سهلة دي ما ظنش فيها اي حاجة طح؟ تمام يبقى احنا كده يا دوب ما قلناش اي حاجة جديدة عن اللي فات طب يا دكتور حلوة قوي طيب اللي وقع منه الحتة دي بقى بيعمل ايه يرجع للدرس الاولاني هيلاقي الدنيا ماشية معانا زي السكينة في الحلاوة حلوة كده سلاقي الدنيا معاك ماشي حلوة قوي ماشي عشان ايه احنا ماشيين حتة حتة طيب جميل قوي يبقى احنا كده خلصنا الجزئية دي مظنش فيها حاجة خالص صح؟ صح ومش هاخد اسقلت حد دلوقتي تعالوا با يلا بيدي نشوف ها الكلام ده يلا نومبر ون valley and canyon often have في الاغلب عندهم ايه في لوفز روزة لوست فوينت ها اللي بيعدي في اخير من قط عندهم برافر برافا عليكو اكسلنت تمام the walls of me are very high الكانيون مش فاهمة ايها عليها ثانية واحدة ثانية عشان في بس واحدة كده مش فاهمة هتجبها من شعرها ثانية واحدة قولي يا علي شفا ما ايه لا تعالي بي ما عاشو انت كلمتين من التليفون ده قولي بقى كده ولي بقى شفا ما ايه عالية النصة احنا مش فاهمة ايه نصة ده احنا مش فاهمة الكلام ده احنا خدناه في الدروس اللي فاتت مقلتش حاجة مختلفة قلت ان the valley of the land area gentle slope the canyon يكون the walls التاعته high and 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 وكده نفس الكلام ما قلتش حاجة مختلفة حبيبه خالص خالص يعني اكي طيب حلوة هنزل ايديكم كلها يا شباب هنزل ايديكم كلها كل 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 حدي شرف ايدي حدي شرف ايدي دلوقتي اللي مش فاهم حاجة بس يقول لي على الشات قلتش حاجة بس ايه قلتها مختلفة عن الدروس اللي فاتت عشان نبدأ بقى ايه نشتغل اوكي طيب الوقت يلا بينا يلا بينا يا شباب بسم الله طيب في دك وراء وقلم ها في دك وراء وقلم انا لا يلا يلا ركز معايا ركزوا معايا علشان انا طول ما انا شغلة هقولك كزا افتح المايك قولي كزا افتح المايك قولي ماشي اتفقنا يلا بينا بسم الله يلا بينا يا شباب باشا بتنساش ابدا يلا يا حبابي يلا 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 بسم الله اللي مقامش يجب اللي مقامش يجيب قلم يجيب قلم فورا يلا حتى الناس اللي على اليوتيوب اللي بيسمعوا نفسي الكلام خليك نزبط الدنيا طي يلا بينا نكتب بقى ماشي يلا بينا حبيبي بسم الله توكلنا لهم يلا بينا حد اكلمك عن الدلتا فاكريني الدلتا فاكرينها كان شكلها تريانجل شيب صحي كده كان شكلها تريانجل او اقدر اقول عليها فان تعالوا بص تستاني بصبول ابدأوا اكتبوا براية بقى من هنا تعالوا اقول لكم هنا ايه على طول تعالوا بقى اكتبوا ايه براية من هنا ماشي طيب اول حاجة الدلتا كان شكلها تريانجل او اقدر اقول عليها فان شيب فاول ما بلاقي اول ما بلاقي اول ما بلاقي شكل كلمة تريانجل او فان شيب اكتب ايه دلتا اول ما بلاقي اول ما بلاقي تريانجل ارشيب فان شيب اكتب دلتا يلا اكتبوها تمام هدي اول نقطة ده حاجات كده تغمض عينك انت لوعمى انت لو مش شايفها ايه ده اتلي ايه بتقول لي ايه? بتقول لي ايه? بتقول لي ايه؟ اه بتقول لي ايه مش سامع تريانجل شيب دلتا تريانجل شيب دلتا فان شيب دلتا خلاص وانت مغمض كده في الامتحان اول ماتشوف يبقى دلتا جميل الطيب دلتا بنتكون عن طريق الايه دلتا بنتكون عن طريق دلتا 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 تقول لي بتتكون بالإيروجين أقول لك غالط تقول لي بتتكون بالويذرينج بس أقول لك غالط لازم أكتب إيه دالتة 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 ديبوزيشن سهلة؟ طيب هلو قوي جميل طب يا دكتور دكتور هو 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 الديبوزيشن ده اللي بيترصب يعني يعني يترصب أو يهو على الأرض صح؟ مش كنا كنت بنات أول لسل خالص بتاع كونفت فور بوينت ون صح؟ صح؟ كان معناها يقع على الأرض أو يقع على الأرض أو ايه؟ يترصب تمام؟ اكتبوا زي يا شباب تمام؟ بس ركزوا معايا يعني كدك تكون سريعة حتى لو كتبت كروكي كده بس في آخر تكتب بعدها كويس ماشي؟ طيب بس هم حاجة تبقى مركز في كلامي كلامي مهم طيب الديبوزيشن ديبوزيشن يعني ايه؟ يعني ترصيب أو يقع على الأرض صح؟ طيب إيه اللي هيقع على الأرض يا دكتور؟ والدلتة والمية كانت ماشية إيه اللي هيقع؟ هيقع رواسب صح؟ سادمينس صح كده؟ طيب يبقى إيه اللي هيحصل؟ ديبوزيشن بقى إيه اللي هيقع على الأرض يا دكتور دكتور أنا سمعت قبل كده سمعت قبل كده أن نهر النيل بيبقى في حاجة اسمها الطبي الطمي الطمي سمعت عنه قبل كده؟ الطمي بتاع النيل الطينة الحلوة دي بتاعة نهر النيل اللي بناخدها بنزرع بيها تمام؟ هي دي اللي بتكون الدلتة النهر بيبقى ماشي بسرعة وفجأة دي تقع منه الطين يقع منه الطمي يقع منه دي اللي اسمها السادمينس بتاعته حلو كده؟ فاللي بيقع من الدلتة اللي بيقع من الدلتة تمام؟ إيه اللي بيقع؟ سوري إيه اللي بيقع عشان يكون دلتة إيه اللي بيقع من نهر عشان يكون الدلتة اللي هي السادمينس الرواسب اللي قول عليها الطمي الطين بتاع نهر النيل اسمه تيلت اسمه ايه؟ سيلت اسمه ايه؟ سيلت الحتة دي جديدة مش موجودة في كتاب القديم اوكي؟ لاغلب ايه اوكي؟ حالو يبقى لنا لحد دلوقتي الخد ان الدلتا او اقول عليها طيب الدلتا دي تتكون نتيجة ان النهر كان ماشي بسرعة وبدأ يبطأ فوقعت الحاجة منه تمام؟ حصل دي بوزيشن حصل ان الحاجة بدأت تقع منه يحصل لها دي بوزيشن الحاجة دي اللي بتقع دي اسمها ايه؟ اللي هي ايه بقى؟ يعني ايه سيلت؟ طمي لو الطين بتاع نهر النيل اوكي؟ طب ايه ده؟ ايه ده؟ فاكريني السيدمنز كنت بقول عبارة عن ايه؟ كان تلات حاجات حد فاكر ايه فاعل ايه ده؟ ها؟ لا احمد قصة ما جاوب قبل لي اقول لي يا ايفان اس 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 ايه بقى؟ ما اسحرف اسمتوش اس اس ار برافو اس اس ار حاضر يا ماشي حالو اس اس روكس ساند سويل روكس برافو كان السيدمنز الرواسب دي بتتقال عبارة عن ايه؟ اس اس ار ساند سويل روكس كانت دي الرواسب امه للطمي عبارة عن ايه؟ مش انتي قلتي اللي دي التربة الحلوة ان انا بزرع بيها وكده عن طريق نهر النيل الجميل ده اه فالسلطة بيتكون من تلاتة بس هقول اس سي عبارة عن شوية مية والسيد دي الكلاي تمام؟ اعتقد الكلاي هي الطمي يعني والسلطة دي اللي يطينا بتاتو ليطينا يعني كلاي ليطينا اكي؟ وي ار اللي هي ار بس انا بمكتب بتعني كان روكس لو بتنسوش يبقى انا عندي السيدمنز اس اس ار اما السيلط لو حددلي السيلط بالزاد السيلطة هي كده هي سيدمنز يعني روايسة بحاجات دوطوقة تمام؟ بس هي متكونة من بتاع التعنيلي الحلو ده بيتكون من ايه؟ اس سي ار ساند كلاي روكس سهلة صعبة اللي تحت السيلطة ايه؟ كلمة طمي اللي هي اس سي ار ساند كلاي روكس اه كلاي اللي هي السلصال يعني هنا مش معناها السلصال او ايه معناها طينا ايه اعتقدت مين معلش ماشي؟ هي شباب يارب تكون حد دوطوقة الدنيا سهلة انا مش عارف افتح كل اللي رفعين ايديهم بدول فتنزلوا ديكم اه اكي يالله بينا ماشي حد دوطوقة الدنيا تمام؟ ولا ايه الدنيا؟ اكي؟ طيب هي الواقع يبقى كده عرفنا ان الدلتا تريانجولار شي او فانشي تمام؟ بتحصل نتيجة دي بوزاشن اف ساديمانس ده الحاجات وقعت الساديمانس دي عبارة عن ايه؟ والله ده بتاعت نهر النيل بزات اللي هي بقول عليها سيلت اللي هي الطم يطينا الحقيقة تاعت نهر النيل دي الساديمانس لو جاب لي سؤال بيقول بتتكون من ايه؟ هاقوله اس اس آر ساند سوي روكس لكن السيلت بتتكون من ساند كلي روكس السي آر اصنع سهلة وفهاش اي حاجة طيب نكمل حلو قوي تمام ايه كمان يا دكتور؟ والله يا دكتور ده انا عايز اقولك اني كمان تعالي نتكلم اول واحدة في اس اس آر نطق اي ساند سوير روكس سيدمنس ولاي؟ ساند سوير روكس ساند 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 رملا تمام؟ ههوضح لكم الخطي حوض طيب اوكي تعالي بقى نكمل انا عايز اعرف يا دكتور هي الدلتة بتتكون ازاي؟ والله انا عايز اقولك ان الدلتة بتتكون فاكرين لما قلتلك ريفر يقابل حاجة كبيرة؟ صح؟ كان النهر يقابل بحر او كده؟ صح؟ مش بس كده ده انا هقولك بقى اول حاجة لازم النهر يبقى ماشي بسرعة ده مبدأ اي والنهر اصلا طبيعته ماشي بسرعة فانا عندي فاست فلوينج ووتر عندي مية فاست سريعة فلوينج ماشي بسرعة فاست فلوينج ووتر حلو؟ من المية اللي ماشي بسرعة دي دي يا باشا هي من الريفر حلو كده؟ بين قصين الريفر جميل؟ جميل طيب انا هرفع كده يلا ركزوا معي وكتبوا امام بقى الحتة دي عادي ماشي؟ بس ركزوا بكلامي ركزوا بكلامي دلوقتي ماشي؟ عندي فاست فلوينج ووتر مية ماشية بسرعة اللي بتكون الدلتا اللي هي من المية اللي ماشية بسرعة دي؟ الريفر مية النهر يا دكتور هلوة قوي والله انا عايز اقول لك علشان الريفر يعمل دلتا هيبقى حاجة ملة اثنين حاجة ملة اثنين مية الريفر سريعة فتكر الشلال فتكر فيلم احمد السقق حبيبي ماشي؟ لو ده يزدلك اني محبك وينطي كده في الشلال الشلال ده مية حلوة تمام؟ ماشي سريع ماشي سريع جدا ماشي؟ طيب حلوة قوي فالفاست فلوينج ووتر مين السريع او مفتكرة حتى كده مين اللي انا عايزة بسرعة مين عايزة بسرعة عايزة شرب مية الريفر ففاست فلوينج اللي هو الريفر علشان يكون دلتا لازم هيروح على مية ابطأ منه ليه؟ لان النهر كده ماشي بسرعة فشيل الحاجة معاه شيل الحاجة بسرعة 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 تمام؟ بسرعة بسرعة طيب اول ما يبطأ الحاجة هتقع منه صح؟ هتلاقي الحاجة اللي وقعت حلو فمية الريفر كانت سريعة هتقابل يا أم يا أم مية بطيقة سلو لوي ووتر يا أم هتقابل مية بطيقة يا هتقابل مية ما متحركش أصلا ماشي؟ يا هتقابل ستل ووتر يعني دي قاعدة حلفة ما تتحرك تقول لك أنا هستل مكانية باشا أنا هفضل ستل قاعدة هنا ماشي؟ أنا قاعدة هنا مش هتحرك يبقى دي سلو ودي ستل ووتر سلو يعني بطيب ستل يعني حلفة ما تتحرك ماشي؟ كي راكي تحركش يعني ما تتحرك خلاص؟ تعركش خلاص؟ طيب يبقى أنا كده مية الريفر كانت مشية بسرعة سلو يخطي ماشي بسرعة يعني سلو ماشي بسرعة فاست فلوينج ووتر الريفر هو سريع هيقابل مين؟ يا لهوي يا هقابل سلو فلوينج ووتر يا هقابل ستل ووتر هلوي كده؟ أول ما المية بقى تبدأ تبط تبدأ توقع الحاجة طيب دكتور 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 هو مين اللي سلو فلوينج ووتر عايز أقول لك إن اللي حركته بطيقة هو الأوشن أو السي إيه دكتور؟ بس الأمواج بتاعته بتتحرك بسرعة هقول لك آه ماشي بس على فكرة أنا بكلمك كمان على بداية البحر والمحيط هو اللي بيكون حركتهم بطيقة فالنهر بالنسبة له أصرع منه النهر داخل يعمل حادثة فبدأت الدنيا تبطأ معاه بدأ يبطأ حركته فتبدأ تقع منه السيديمنز فيكون دلتا تاني 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 أنا بكلمك في إيه؟ بكلمك إزاي الدلتا بتتكون والله الدلتا بتتكون عن طريق إنه النهر جاي بسرعة 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 ماشي؟ طيب جاي بسرعة قوي طب وبعدين والله طب هو جاي بسرعة أكيد هلاقي حاجة بطأ منه أو حاجة واقفة صح؟ كأن عربية جاي بسرعة تمام؟ تخيل كده عربية نقل شاي لحاجة ماشي؟ وجاي بسرعة هي جاي بسرعة يا هتخبط في عربية كانت ماشية بطيط يا هتخبط في عربية واقفة صحي كده؟ طيب النهر وهو شاي للحاجة مش لو خبطت مش لو العربية خبطت في حاجة هتوقع اللي فيها وتلاقي بقى الناس ماتت جوة وكحور صح؟ لو عربية نقلت كانت فيها حاجات وخبطت جامد مش هنلاقي ان 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 سرعة العربية اللي كبتجري دي قلت وكمان وكمان الحاجة وقعت منها صح؟ صح ولا غلطانة؟ هاي؟ أصدنا صح؟ تمام؟ طيب اللي بقى قوي يمين هو حد فيجو بقى الجروب على بعد حاجة عالجروب ولا عاد عمالي يزيد وغريب ماشي تمام؟ ماشي يا حمد طيب يلا بنا نكمل يبقى انا كده قلت ان الريفر هيجاي بسرعة ماشي؟ اوكي مش مش كده ريفر جاي بسرعة هيغبط في حاجة ياما سلو ياما ستيل سلو زي والسي وستيل من المية اللي بتتحركش مية الايه ها؟ اللي هي البركة اللي هي ايه؟ اللي سوري المحيرات بتلقيها بميتها بطيها قوي قاعدة مكانها كده بتتحركش قوي تمام؟ اوكي؟ اللينك هيقفلها هبعتلكم لينكي تاني اوكي؟ يلا بينا يا شباب عشان كل حاجة تكون بإذن الله سهلة معكم بعتلكم لينك تاني يا شباب هعمل لكم الشاشة كده هو اوه شباب تاني اوكي تاني يا شباب اوكي تاني يا شباب اوكي تاني يا شباب اوه شباب وتانيelier مواضيع لنه pengور اوه شباب ثوامین اوهوشت اوهي اوهوش cargo اوهوشت اوهوشت